طيب مباراة الأمس وفوز النادي الأهلي على سنبا فوز مهم جدا بهدف محمد شريف اللي في الحقيقة بيتقلق بشكل ملفت وبيقدي بشكل جيد جدا مع فريق النادي الأهلي وعندي كلام مهم على محمد شريف وعلى بعض اللاعبين لكن هبتدي بأهمية هذا الانتصار المعنوي احنا عارفين طبعا المباراة يعني نسبة أهميتها أولاية لا لأن الأهلي خلاص تأهل هو وسنبا قبل هذه المباراة وكمان المراكز كانت محسومة سنبا أول الأهلي تاني لكن مهم في ايه؟ مهم انك تبقى بتاخد السقن بالشكل جيد في مرحلة غاية في الأهمية بالنسبة للمنافسات المختلفة اللي بينافس فيها النادي الأهلي على مختلف البطولات فانت بتبقى المرحلة دي عايز ايه؟ عايز تكسر وده اللي أنا عايز أتكلم فيه مع حضراتكم الأهلي فاز؟ آه فاز عمل شوت أول حلو؟ آه عمل شوت أول حلو بصراح الأهلي كان كويس جدا شوت الأول ولك الشوت التاني كان فيه تراجع في الأداء هل التراجع ده منطقي؟ آه منطقي؟ آه طبعا منطقي آه طبيعي؟ آه طبعا طبيعي ليه بقى؟ وده اللي احنا لازم نركز عليه الفترة اللي جاية لأن فيه ضغط مباريات بشكل كبير جدا وشكل أكيد هيؤدي لإجهاد بدني كبير وربما يؤدي إلى بعض الإصابات وهو فعلا موجود إصابات في صفوف النادي الأهلي في هذه الفترة حالية وهي إصابات كتير شوية نتمنى أن هي ما تأثرش بشكل أو بآخر على الفريق لكن في كل أحوالها هي يعني غيابات مؤثر للنادي الأهلي فالمنتظر إيه من فرقة النادي الأهلي؟ المنتظر إيه من الجهاز الفني تحديدا في هذه المرحلة؟ المنتظر إنك تدخل كل مباراة تحاول تكسب هنطلب منكم أداء بصراحة بصراحة لشان يبقى منطقين مش عايزين أداء دلوقتي دلوقتي بالتحديد افهم كلامي يعني إحنا لما نيجي مثلا نتكلم عن مباراة سينبا اللي هي كانت هناك في تنزانيا آه كنا زعيين أداء الأهلي كان وحش وفيش أعذار مفيش حجة مفيش أي حاجة لكن المرحلة دي الشهر ده بزداد شهر أربعة انت لك أن تتخل عندك كم ماتش وربعة انت لعبت المريخ وسينبا داخل بقى على إيه؟ على النصر يوم 14 الزمالك يوم 18 معي؟ بعيك عندك سموح يوم 21 تلاتيام بس فرق كل ماتشاط اللي جاية دي تلاتيام بس فرق بعيك عندك امبي يوم 24 عندك المصري 27 الجونة 30 هل في فريق من دول فريق ضعيف فريق في المتناول؟ سهل مفيش خالص هتقولي النصر دي مباراة كاس وإحنا عارفين مفاجآت الكاس ربنا يستر من المباراة دي إن شاء الله الأهلي يقدر يتأهل بإذن الله لكن بعد كده كله صعب وكله في ضغط كبير جدا فترة زمنية قليلة قوي تلاتيام ما بين كل مباراة والتانية ده عدد قليل جدا ما فيش مساحة ان انت يبقى فيه استشفاء جيد يبقى فيه جهازية بدنية أفضل ما فيش مساحة ان انت تبقى تساعدك انك تعمل أداء جيد فإيه المطلوب من المرحلة دي في ضغط المباراة ده انك تكسب في حاجة غير كده أنا وجد نظري وجد نظري وأعتقد كتير جدا من الأهلويات تفقوا معايا في الجزئية دي ان انت عايز تكسب أي مباراة جاية بغض النظر عن التطرق للأداء لكن طبعا للأهلي لو لعب بأداء كويس يا ريت احنا بنحب الكورة الحلوة بنحب نتمتع بالأهل بنبسط جدا لما الأهل يعمل مطش كبير ومطش حلو هل ما أنا كلمة ان الأهل كل مطشط على الأب وحش لا طبعا لا طبعا لكن انا بأكد أو بتكلم على الجانب الأهم الناتج الأهم انك تكسب عايزين احنا بقى احنا ما نبقاش حاطين الضغوط على الجهاز الفني واللعيبة حتى في عز ما بنكسب يقولك بنحاول كده نطلع سلبيات بنحاول ما عرفش ليه يعني البعض مننا بصراحة يطلع سلبيات ويعمل ضغط على الجهاز الفني ويعمل ضغط على اللعيبة وده أمر غير مطلوب إطلاقا خصوصا خصوصا في مرحلة حساسة ومهمة وفاصلة زي دي بخلاف المرحلة دي بخلاف لما يكون عندك ما عندكش ضغط مباريات ومباريات وارا بعد وفرق الأيام ما بينهم ثلاثة ايام وكلام منت يا سيدي بعد كده نقعد نقول ايه لا الأهل وحش وانتوا عارفين احنا أول نفس لما الأهل بيبقى وحش بنتلع نقول ساعتا نقول الأهل لو ما عملش أداء كويس الأهل كان وحش لازم في معالجة للسيبيات لازم نشوف ايه النقطة المهمة اللي نتكلم فيها لكن تحديدا دلوقتي دلوقتي انا عايز ايه أنا عايز فوز انا عايز نكسب وخلاص انا عايز نكسب هل معنى كده ان انا بقلل من قدرة لعبة النادي الأهلي ان هم يعملوا مباريات كبيرة وأداء فني لا يقدروا طبعا يقدروا لكن احنا منتكلم في معطيات نتائج المعطيات دي بتكون ايه اهم النتيجة من المعطيات دي انك تكسب بس كده فاحنا عايزين ان شاء الله بإذن الله الأهل يكون يعني مركز جدا جدا في اهمية الفوز وعايزين احنا كجمهور النادي الأهلي ما نحطش ضغوط بشكل مبالغ فيه على لعبة الفريق والجهاز الفني ونبقى سندنهم بشكل كويس عشان بإذن الله يكون فيه ناتج مهم جدا بالتالي مبارة الامس كان مهمة قوي انك تكسب مهمة قوي انك تخرج بالسلاث نقاط وصل لنقطة رقم 11 حتى لو مش هتفرق في الترتيب لكن انت بتأكد جدرتك بالتأهل لدور ربع النهائي ان شاء الله بإذن الله الأهلي يكون موفق لكن انا